السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلم وأسلم على المبنز رحمة للعالمين سيدنا ومودانا محمد على آله وأصحابه أجمعين أحبتنا في الله سكلم الكثيرا في هذه الأيام عن هذه النازلة التي نزلت ببلاد المسلمين جميعا عن هذا الوباء تكلم الإختصاصيون في هذا المجال ووفوا وكفوا ولكنني أردت في هذه الدخائق أن أتكلم عن هذا الوباء من الجانب المعنوي من أنه بلاء نزل من الله تبارك وتعالى وهذا البلاء طبعا لابد أن يتقبله المؤمن بالاستسلام وحسن الصبر ولذا نجد في السنة المطهرة جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةِ خُفِّفَ زِيدَ في بلاءه وهذا يعني هذا البلاء النازل من السماء لا يمكن لأحد أن يقول بأن يتركه هكذا ويدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج ويُبْتَلْ الرَّجَلُ عَلَّى حَسَبِ نَعْمْ نَضْرُّوَ دَهَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَلَكِنَّ الْحَيْطَةَ آكِذَةٌ أيها الإخوة الحيطة الحيطة واجبة ولذلك أردت أن أضرب لكم مثلاً في هذه المسعبة مثلاً وهو من أروع الأنثلة الحبيب الشبيع صلى الله عليه وآله وسلم وما أوتي من مكانته للرب العزة تبارك وتعالى من وقاية ومن عناية ومن حفظ ولكنه ثبت في هجرته المباركة في يوم الهجرة أنه اختبأ واختبأ في غار فوق ثلاثة أيام لماذا اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ أيام الهجرة إنه يمطينا الدرساً أيها الإخوة حتى نأخذ بأسباب الوقاية حتى نأخذ بأسباب الوقاية فالحبيب توقى من الأشرار عندما اختفى من الغار وليس خوفاً من المشركين فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يخف طرفة عين لأن الله معه فكذلك على كل مؤمن أيها الإخوة لا يترك الأمر هكذا هملاً هكذا هاملاً وهكذا لعباً لابد أن نحتاط بها لابد أن نعمل بها حيطة ووقاية وكما قيل الوقاية خير من العلاج لابد أيها الإخوة في الله أن نكثر من غشل الأيدي وأن نكثر من هذه الوسائل وسائل التنظيف حتى لا نتعرض لهذه الأخطار ولهذه الأوبرة ولا بد أيضاً كما حفّ علينا أهل الاختصاص بهذا المجال لا بد من مكثن البيوت فالإنسان العاقب الذي ينقث في بيته لن يدخل عليه ولن يأتيه هذا الوباء إلى بيته أبداً لماذا؟ لأنه تمسك بهذه التعليمة الآكدة هذه التعليمة التي لا بد لكل مسلم أن يعيها ولا بد لكل مواطن أن ينخذ بها حيطة وإحايا لا خوفاً فنحن لا نخاف من قدر الله تبارك وتعالى وإنما كما قال سيدنا عمر رضوان الله عليه نحن نفر من قضاء الله إلى قدره هكذا المؤمن لا بد أن يأخذ بالأجبال ولا بد أن يحتار ولا بد أن يتوقع ولا بد أن ينتزم بهذه التعاليم فالذي يخرج عن هذه التعاليم وهذه الالتزامات فهو خارج عن جماعة المسلمين خارج عن الجماعة ومن شد عن الجماعة عياداً بالله من ذلك ففي النار شد هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقول لكم إخوتي من هذا المنبر الحيطة الحيطة الحذر الحذر الوقاية الوقاية خير لنا ولألفوسكم ولجميع البلدان ولكافة المسلمين وصدق الله تبارك وتعالى صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في قرآنه وفي كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهمكة وكما يقول أيضاً سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم فالمخالف عن هذه التعاليم وعن هذه الوصايا مؤدن بنفسه إلى التهمكة مؤدن بنفسه إلى قتل نفسه والله تبارك وتعالى ينهان عن ذلك والله تبارك وتعالى يأمرنا بالحفاظ عن هذه النفس والحبيب الشبيع صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء إلا ليحيى هذه المعاني في النفوس وليحيى هذه المعاني في أوساط الأمة فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا بحفظ النفس أمرنا أن لا نعرض هذه النفس البشرية للأخطار وأن لا نعرضها للخطر والمخاوف هو صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا بوقايتها هكذا أيها الإخوة نسأل الله الكريم جل وعلا أن يحفظنا جميعاً وأن يحفظ بلداننا وأن يحفظ أمتنا وأن يحفظ شعبنا وأن يحفظ جيشنا وأن يحفظ أمتنا وأن يحفظ كل المرابقين على سلامة وأمن وطننا وبيئتنا اللهم سمِّم جميعاً من كل بلية وآلية اللهم سمِّم جميعاً من كل بلية وأذية وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته